السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت للمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك من القناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد نتحدث في هذا الفيديو كيف أفكر في اللغة الإنجليزية البعض يدرس اللغة الإنجليزية لفترة طويلة لكن عند الحديث أو الكتابة يجد صعوبة لذلك تابع معي نهاية الفيديو هناك كثير من النصاح والأمور التي يجب اتباعها بالتالي أستطيع أن أتحدث وأكتب باللغة الإنجليزية وكيف أفكر باللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة أولا يجب أن تعرف معلومة يعتمد إخراج المعلومة على طريقة إدخال المعلومة يعني كيف؟ كيف تعلمت المعلومة هذه؟ يكون عملية إخراج هذه المعلومة يعني عن طريق الكتابة أو التحدث إذا ادخلت المعلومة بشكل خاطئ رح تكون النتيجة أيضا وإخراج المعلومة أيضا بشكل خاطئ وتجد صعوبة في التحدث أو الكتابة أولا يجب أن تعرف المفردات والأشياء التي حولك باللغة الإنجليزية مثل عندنا دور كيتشين روم هاوس وهكذا يعني الأشياء المحيطة بي ليس من مهم هناك أن أتعلم أشياء صعبة في اللغة الإنجليزية تعلم أشياء بسيطة تفيدك في حياتك اليومية لذلك التركيز على النوع وليس على الكمية يعني أحفظ أشياء كثيرة لكن لا أستخدمها بالتالي أنساها بسرعة لذلك أركز على أشياء تفيدني وأستخدمها في حياتي اليومية عند قراءة كتاب مثلا في اللغة الإنجليزية حاول أن تستخدم لغة أو حادي اللغة كيف يعني؟ لا أستخدم قاموس إنجليزي عربي أو عربي إنجليزي أستخدم قاموس إنجليزي إنجليزي لماذا؟ عندما أبحث عن هذه الكلمة باللغة الإنجليزية بالتالي أتعلم مفردات جديدة لأن يكون عندنا الشرح أو تعريف هذه الكلمة بيكون بكلمات سهلة بالتالي بهذه الطريقة أفكر باللغة الإنجليزية لا تقلق كثيرا عند قراءة كتاب معين من الكلمات الصعبة من خلال سيغل الكلام تعرف معنى هذه الجملة لذلك عند إدخال المعلومة بقاموس عربي إنجليزي أو إنجليزي عربي لفترات طويلة عندما تريد أن تتحدث أو تكتب تجد صعوبة لماذا؟ لأن طريقة إدخال المعلومة خاطئة يجب أن تعلم الكلمة باللغة الإنجليزية عن طريق قاموس إنجليزي إنجليزي هذا يساعد كثيرا على طريقة إخراج المعلومة كما قلنا في بداية الفيديو دائما يعتمد إخراج المعلومة على طريقة إدخال المعلومة لأنها متعليقة ومرتبطة ببعض حاول أن تشاهد مقاطع فيديو بشيء تحبه مثلا شخص لا يحب السياسة ويرد أن نطور لغته الإنجليزية يتابع مواضيع تخص السياسة بالتالي يمل مباشرة من الفيديو ويخرج منه تابع أشياء تحبها كما قلنا مثلا تحب الرياضة تابع فيديوهات للغة الإنجليزية تتحدث عن الرياضة تحب الطبخ تابع أشياء تتعلق بها الطبخ باللغة الإنجليزية تحب الرسم تابع أشياء تتعلق بالرسم تحب الفن وهكذا إذن الموضوع الذي تحبه والشيء الذي تحبه والمهارة التي تحبه تابعها باللغة الإنجليزية هذا كثيرا يطور من لغتك الإنجليزية لا تتابع شيء لا تحبه الشيء الذي تحبه وتحس رغبة في تعلمه مهارة ما أو فن معين تعلمه باللغة الإنجليزية بالتالي تشعر بمتعة أثناء المشاهدة تتعلم هذه المهارة وبنفس الوقت تطور من لغتك الإنجليزية خصص دفتر معين أو دفتر ملاحظات أكتب فيه بعض الأشياء المهمة في جدولك اليومي أو الأحداث التي تعرفت لها في حياتك اليومية باللغة الإنجليزية حتى لو سجل كلمتين أو ثلاثة أو أربعة أو جملة كاملة هذا كثيرا يساعد في تطوير لغتك الإنجليزية واجعلك تفكر أيضا باللغة الإنجليزية عندما ترجع لهذه المذكرات باللغة الإنجليزية بالتالي دائما محاط باللغة الإنجليزية أيضا اجعل هاتفك وأجهزتك الإلكترونية باللغة الإنجليزية لا تجعل هاتفك باللغة العربية أيضا جميع وسائل التواصل الاجتماعي يجعلها باللغة الإنجليزية مثلاً اعدادات اليوتيوب اعدادات الفيسبوك اعدادات الإنستجرام اعدادات أي برنامج آخر يجعله باللغة الإنجليزية بهذا الطريقة يكون عقلك محاض كما قلنا باللغة الإنجليزية أيضاً هذا الدفتر مخصص يجعله مرتب بحيث مثلاً هنا أحداث يومية هنا أفكار معينة هنا إذن رتب على حسب كل شخص والأشياء التي يتعرض لها بحياته اليومية دائماً ترتيب المعلومة يفيد جداً عند طلب هذا المعلومة بشكل سهل تحصل عليها بأنه إذا كان هناك عدم ترتيب في المعلومات تصبح من الصعب أن تحصل على هذا المعلومة مرة أخرى وتحتاج وقت كثير لإيجادها كما في الكمبيوتر مثلاً الملفات إذا كانت مرتبة بشكل صحيح معطيها اسماء صحيحة يعني تتعلق بكل ملف ومحتوى بالتالي تستطيعاً ترجع لهذه الملفات بشكل أسرع وأسهل بشكل يومي حاول أن تشارك الآخرين ما تعلمته من اللغة الإنجليزية أي معلومة جديدة في اللغة الإنجليزية واستفدت منها أو تحسها جديدة عليك باشرة وشاركها عن طريق وسائل تواصل اجتماعي أو عن طريق برنامج معين تحبه شاركه مع الآخرين وممكن أن تناقش معهم في اللغة الإنجليزية دائماً أي تعليق تكتبه مثلاً في اليوتيوب أو في مكان ما حاول أن تكتبه في اللغة الإنجليزية لا تكتب في اللغة العربية بالتالي عندما شاركت هذه المعلومة يصبح هناك حوار أو يصبح هناك مناقشة بينك وبين الآخرين وتكون باللغة الإنجليزية طبعاً تشارك هذه المعلومة للأشخاص الذين يحبون أن يتعلموا اللغة الإنجليزية أكيد إذا شاركتها لشخص ليس لديه رغبة في تعلم اللغة الإنجليزية سوف لن ينتبه ولن يعطي أي أهمية لهذه المعلومة إذا شارك هذه المعلومة لشخص تعرفه أنه يريد أن أيضاً يطور لغته الإنجليزية البعض يفكر عندما أتعلم لغة الإنجليزية أتعلم أشياء صعبة وجمل صعبة وتراكيب ومصطلحات إذا صعب تعلمها ولا أستخدم بحياتي اليومية وهذا خطأ دائماً التركيز كما قلنا على النوع وليس على الكمية إذا أتعلم شيء أستخدم بحياتي اليومية كان في دراسة أو في عمل أو في مكان ما هذا يساعد كثيراً عن تطور اللغة الإنجليزية ولا تغلق مع الوقت يصبح هناك تطور بشكل أوتوماتيك بلغتك الإنجليزية يوم بعد يوم يكون هناك تطور في لغتك الإنجليزية أيضاً أصبر لا تستعجل في تعلم اللغة ممكن شخص يجلس أسبوع أسبوعين يحس أنه لم أتطور لذلك تعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة بالعالم يحتاج صبر أيضاً حاول أن تتحدث مع نفسك باللغة الإنجليزية مثلاً حفظت فقرة معينة باللغة الإنجليزية أحضر الهاتف وسجل صوتك أو ممكن تسجل فيديو بصوتك بالتالي هذه أيضاً يساعدك أيضاً بتطوير لغتك الإنجليزية ممكن تكون في غرفتك أو في مكان ما ممكن أيضاً أن تنظر إلى المرأة وتتحدث مع نفسك في اللغة الإنجليزية أيضاً هذا يساعد على تحدث باللغة الإنجليزية وأيضاً يمرن عضلة اللسان على التحدث ويمرن العقل على تفكير في اللغة الإنجليزية أيضاً غير شيء من حياتك بدلاً أن تستخدم اللغة العربية استخدم حصراً لغة الإنجليزية مثلاً في موقف ما في مكان ما بشكل يومي يكون عندك هذا الموقف أو هذا العمل استخدم اللغة الإنجليزية حصراً إذا أنت دائماً تستخدم اللغة العربية غير حياتك قل نفسك في هذا الموقف دائماً تكلم باللغة الإنجليزية إذن بهذا الشكل تكون محاط باللغة الإنجليزية من استخدام قاموس وحادة اللغة كما قلنا أيضاً تسمي جميع الأشياء المحيطة بك أيضاً غير أعدادات هاتفك وجميع أعدادات وسائل توصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية لماذا؟ لأنه طوال اليوم يكون عندنا هاتفنا بيدنا يكون معرضين للغة الإنجليزية أيضاً شاهد فيديوات باللغة الإنجليزية وتابع محتوى تحبه بحيث تعلم مهارة تحبه بالتالي تأخذ وقت أكبر في تعلم اللغة الإنجليزية ودون ملاحظاتك وإحداثك اليومية في دفتر معين أخيراً كما ذكرت الصبر 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 والمتابعة والاستمرارية في تعلم اللغة الإنجليزية مع الوقت كل شيء يصبح سهل لدينا أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر